قبل ما ندخل في محتوى النهاردة المنتخب الوطني والمنتخب الولمبي المنتخب الولمبي النهاردة عمل بروفا مع غانة عادل واحد واحد قبل ما حيسافر إن شاء الله إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اللي حتؤهل لدورة للعابة الولمبية في باريس المنتخب في ستاة اسكندرية المنتخب غانة أسجله الأول دانيل أفري من ضربة جزاء بعد 10 دقائق وتعادل إبراهيم عادل لمنتخب مصر على طول في الديار 39 لكنه بعدها أهضر ضربة جزاء عشان تنتهي المباراة واحد واحد وحنفكركم أولا المنتخب هيعمل إيه في المغرب وهيلعب في طانجة في المكان اللي الأهلي كان موجود فيه في كاس العالم للأندية يوم الحد 25 يونيا هيبدأ يلعب مباراته مع النيجر الساعة 8 مساء في ملعب طانجة يوم الأربع 28 يونيا هيلعب مع منتخب مالي الساعة 8 مساء السبت 1 يوليو مصر والجابون الساعة 11 في ملعب طانجة بيتأهل 3 منتخبات لدورة باريس الأولمبية الحقيقة ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمب واخد مجموعة كبيرة كويسة بشمندس واخد حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد أحمد سيد سيحة من المولين واخد محمد أشرف ومحمد مغربي وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طاري وأحمد عيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد سمير واخد في نص الملعب إبراهيم عادل ومحمود صابر وعماد ميهوب وأحمد نبيل كوكا ومصطفى ميسي سموحة ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وعلي زعزع وأحمد فوزي والفرودة بتوعه أحمد عاطف لعب المقولين أحمد عاطف قطة وعبد الرحمن عاطف لعب غزة المحلة وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ده للمنتخب الأولمبي